أهلا بكم لاحظنا جميعا المسار التصعودية لقضية خاشقجي في البداية كان أردغان يطالب السعودية بأن تثبت خروج خاشقجي من القنصلية فقط على من يدعي إثبات دعائه إذا كان قد خرج فيتعين عليكم إثبات ذلك بتسجيلات مصورة هذا ما عليكم فعله هو يعلم أن الرجل لم يخرج لكنها الطريقة التركية في الضغط شيئا فشيئا بدأت التسريبات الصحف التركية الرسمية والصحف المقربة من دوائر القرار إلى جانب صحف ووكالات عالمية كشفت كل منها في وقت مختلف عن زاوية مختلفة من الجريمة تعذيب وتقطيع ونقل للجثة إعلان عن السيارات المستخدمة والأشخاص المتهمين والاتصالات التي تمت خلال العملية وقبلها صورة من انتحل شخصية خاشقجي عند خروجه من القنصلية اتصالوا لسكايب بين الخاشقجي ومستشار الدوان الملكي سعود القحتاني قبل قتله مباشرة كل هذا الضخ من المعلومات والتساؤلات عن التفاصيل لا تزال كثيرة إلا أن أردوغان أعلن أنه سيكشف كل شيء سأدلي بتصريحات حول هذه القضية خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء المقبل لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا ولماذا تم اعتقال 18 أخرين ينبغي الإفصاح عن جميع التفاصيل سأتحدث عنها بشكل مختلف جدا الثلاثاء خلال خطاب أمام الكتلة البرلمانية وسأخذ في التفاصيل حينها التفاصيل هي كل ما يريدها كل العالم لماذا لم يتم الكشف عن جثة خاشقجي لماذا أتى السعوديون وتجمعوا في اسطنبول أردوغان قال في خطابه أنه سيطرح كل الأجوبة لماذا هؤلاء الأشخاص تجمعوا في اسطنبول يوم ارتكاب الجريمة لماذا أتوا إلى هنا ولماذا فتحوا باب القنصلية للتحقيق بعد مرور أيام عديدة من الحادث ولماذا تم الإدلاء بتصريحات متناقضة حول الجريمة ولماذا لم يتم الكشف عن جثة خاشقجي إلى يومنا هذا لماذا ولماذا ولماذا أسئلة هذا ما قدمه أردوغان الخطاب المنتظر بدل أن يقدم الأجوبة التي نجهلها أعادت طرح الأسئلة التي كنا بانتظار أجوبتها بعد عشرين يوما من المسار التصاعدي لم يكشف أردوغان عن شيء لكنه طالب بمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة من أسفل السلم إلى أعلى يجب محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة من أسفل السلم إلى أعلى محاسبة من أسفل السلم إلى أعلى صحيح أن أردوغان لم يجب عن الأسئلة التي وعد بالإجابة عليها إلا أنه تمسك بضرورة المحاسبة من أسفل السلم إلى أعلى السعودية قامت بخطوة مهمة بالاعتراف بحدوث الجريمة وأؤمن بحسن نية الملك سلمان هو يؤمن بحسن نية الملك سلمان إذن مختصر الخطاب هو التالي أردوغان في مؤتمر الإجابة على الأسئلة أعاد طرح الأسئلة إلى أنه أصر على محاسبة المتورطين من أسفل الهرم إلى أعلى لكنه أعلن إيمانه بحسن نية أعلى الهرم السعودي أي الملك السعودي الملك الذي يعد ابنه وولي عهده أول متهم بالقضية بحسب الصحف المقربة من أردوغان نفسه مراسل إحدى القنوات القريبة من تركيا قال إن ما قبل خطاب أردوغان ليس كما بعده فعلا ما قبل هذا الخطاب ليس كما بعده